الحقيقة احنا في اخر كلام بنسأل عن حاجة تانية خالص اسمها الوصاية الهاشمية على القدس والمسجد الاقصى فين يا جماعة الوصاية الهاشمية على القدس والمسجد الاقصى لانه ده امر مهم جدا الحقيقة الوصاية الهاشمية بيرجع تاريخها على القدس ومقدساته لعام 1924 في عام 1924 تبرع الشريف حسين وابنه عبدالله بخمسين الف ليرة ذهبية لاعمار المقدسات الاسلامية في القدس وسمي انا ذاك الاعمار الهاشمي الاول وبعدها عقد مؤتمر لمؤسسات فلسطينية بيعت الامير عبدالله الاول وصيا على القدس شؤون القدس والاقصى بتدار من خلال دائرة اوقاف القدس التابعة لوزارة الاوقاف الاردنية اتفاقية ودي عربة بين الاحتلال والاردن سنة 1994 اكدت على اشراف الاردن على الشؤون الدينية في القدس المحتلة تتكفل الاردن بالاشراف الادارية على القدس ومقدساتها واي اعتداء او قرار يمثل اعتداء على السيادة الاردنية وعلى الوصاية الهاشمية عزيزي الملك عبدالله عزيزي ملك المملكة الاردنية الهاشمية وابنائه وزوجته وحاشيته وعائلته الملكية يا نشام الاردن اين انتم من المسجد الاقصى انت فين يا جلالة الملك مساء الخير معلش هنزعجك يعني هو سيادتك فين من اللي بيحصل هيمنعوا الناس انهم يصلوا في المسجد الاقصى حضرتك معانا ولا مع الناس التانيين حضرتك موجود وزارة الاوقاف الاردنية اجازة مدين عندكوا بنك هوليدي زي اللي بيبقى في لندن كده اللي انا ما عرفش بيعملوا ليه بس هو اسمه كده بتاخدوا بنك هوليدي في الاردن فمش فضيين للمسجد الاقصى معلش يعني جلالتك قل لنا هل عمليات استقبال المنتخب اثرت على المملكة الاردنية فاللياقى مش ولابد يعني هل المنتخب والنشامة والاولاد وصلوكوا لحالة كده من الانتشاء والسعادة فانتوا لسه يعني متأثرين بهذه الحالة معلش جلالتك طمنا انت بخير جلالتك بخير كويس وبقية النشامة في الحكم الاردني الرشيد حضراتكو موجودين سمعين باللي احنا بنقوله لما كنتوش سمعين احنا بس حبنا يعني نلفت انتباهكم نحن لا نقصد الا الخير للاردن وملكه واهله احنا عايزين لحضراتكو الخير بس هو المسجد الاقصى في وصايتكم وانا مش عارف بصراحة اقول للأسف ولا لحسن الحظ ما بقيتش عارف والله يا جلالت الملك هو للأسف ان المسجد الاقصى في الوصاية الهاشمية الاردنية ولا لحسن الحظ لو كان لحسن الحظ فارنا ما يسرنا ارنا والتور المسجد الاقصى ما يسره احمل مسجد الاقصى يا جلالت الملك قول لي اتمار بن غفير وبين يمين نتنياهو بالعربية المكسرة او بالانجليزية بطلاقة ايا كانت اللغة المريحة بالنسبة لك قول لهم كده عيب ما يصحش الاردن لن تسمح اعمل لنا حركة انزال جوي من اللي انت بتصور فيها نفسك وانت بتعمل كده ولبس السماعات والنظارات واشخط وانت بتقول ما يصحش يمكن يرتجعوا يمكن يجيبوا وراء يمكن يخافوا يا جلالت الملك ده لو كان لحسن الحظ اما لو كان للأسف ان وصاية المسجد الاقصى عندكم في الاردن فما تفكنا بقى من الوصاية دي يا جلالت الملك ما تدوها للسيسي ايه رأيك جلالتك ادوها لسيء الذكر عفتاح العليم ادوها لعفتاح العليم وهو هيعمل مصلحة والله لو ما كان شعب فتاح العليم يطرد المسلمين كلهم اللي في القدس والقدس الشرقية وكل الاقداس المجورة ويجيب مكانهم ولاد اتمر بن غفير ويعين اتمر بن غفير ده امام المسجد الاقصى ما بقى راجل ما بفهمش حاجة يعني ادي الوصاية لعفتاح وهيعمل لك كل اللي انت عايزه جلالتك وهيشيل من عليك الحرج هو الراجل الموظف عندهم اصلا بيعمل كل حاجة وما عايزينها فانت بس عشان جلالتك ما نعودش نرازي فيك وترازي فينا ابعد نفسك عن الشبهات وابعد نفسك عن الموضوع ودي يلعب فتاح هو سيء الزكر راجل هو اسمه سيء الزكر فما بيحكم مصر معه وصاية الاقصى هو سيء الزكر فمش هتتعب ولا هتتعب معه في اي حاجة يا جلالة الملك الحقيقة